حبيبي وحبيب الملايين مولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منور ومشرف وهابي فالنتاينز دي مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم عندما نقول يعني تهنئة في عيد الحب ألاقي إمبارح معقول ناس قعدة لسه تتجادل تقول عيد الحب حلال عيد الحب حرام لا تجوز التهنئة لو النبي رجل دي تجوز التهنئة مولانا أفتنى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدي ومولاي رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه واتبعه دا وبعد يا سيد الكريم في أخلاط وأغلاط في هذا الأمر وما يماثله من المناسبات الاجتماعية لأن ينبغي أننا نفرق بين العبادات وما بين العادات أمور العبادات فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا حلو دا لا يماري فيها أحد تمام إنما أمور العادات أنا أرجو أن المجتمع المصري وهو القدوة بالأزهر الشريف أن ينأى بنفسه عن الخوض في هذه الأمور ليه لأن الله حذر وأنذر في صورة النحل وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هنا ليه لأنه يفترع على الله الكذب إن الذين يفترعون على الكذب لا يفلحون حضرتك المناسبات الاجتماعية مثلاً ذي يوم الأم يوم شم النسيم يوم الحب إلى آخره والمناسبات الوطنية كالتحرر والاستقلال والنصر إلى آخره حضرتك دي ما ردها إلى العرف والعادة وليس إلى أصول أو مصادر التشريع الإسلامي لأن بعض الغواج يقول لك إيه أنا لا يوجد عندي إلا عيد الفطر وعيد النح ده أمر ديني إنما في مواسم زي يوم عشراء ويوم تسعاء في المحرم في مواسم مثل أيام التشريع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ الحجة الأمر لا يقتصر على عيد الفطر وعيد النح ولكن هناك مواسم دينية وهناك مواقف في السيرة النبوية كالهجرة النبوية المشرف كالمولد النبو الشريف ونحن بعد بضعة أيام بإذن الله عندنا الإسراء والمعراك وبعد ذلك عندنا بإذن الله تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان دي مواقف في السيرة العطرة التي قال الله عنها إجمالاً وَذَكِّرُهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ الله إنما يأتي هذا اللي حرم أو بدع أو فسق أو كفر أو شرك يوم الحب أو عيد الحب هو أصلاً هذا الاتجاه هذا النهج اللي هو هو هبط علينا من السبعينيات في القرن الماضي لأمور سياسية أرادوا تغييب الناس عن قضاياهم الأساسية بمعنى إيه حضرتك؟ ما أنا قلت لك يعني لما يجوا مثلاً يحرموا عيد رأس السنة الهجرية تم سيدنا عمر والصحابة عظموا أجعلوها بداية التاريخ المولد النبو الشريف تم النبع السلام صام يوم الإسنين وقال ذلك أمن ولدت فيه الإسراء والمعراب تم ما هو ثابت بالقرآن والسنة تحويل القبلة ما هو ثابت بالقرآن أول الجزء الثاني من سرطة البقرة تسعاء وعشراء بالأحديث النبوية كانت يوماً فزبناها يوم قد تبالك إيه الحكاية يوجو بقى للمناسبات الاجتماعية دي إن دي بقى المدرسة المتسلفة الوهابية دي اسمها مدرسة المشاغبين هم عايزين يعني يعلموا الممول لهم بأنهم مشغلين على الساحة بموازات أو محازات الأظهر وكانوا يحلمون في عهد الإخوان أن يكونوا جدلاء عن الأظهر والله ما يحصل أنا بكثفها لك والله ما هيحصل من عارف فهنا ما نيجي بقى للخلاصة لو أنت سألتني الإعلامي الواعد الأستاذ يوسف الحسين ما حكم الاحتفال بيوم الحب أنتم قادرة بشؤون دنياكم لا أقحم الدين في هذا لا أقول لك حلال ولا أقول لك حرام ده أمر يرجع إلى الإباحة ده أنت بدل إلى شاعر الطيبة يعني ما لك هو أمر يرجع إلى الإباحة بس أنا هزيد عبارة فقهية مع عدم الخروج على الأداب العامي صح بس موسيقى